رجعنا لحضراتكم واحنا مكملين في الكلام على ازاي كل واحد فينا يشعر شريك حياته انه هو قيمة اضافية في حياته وده شيء مهم جدا جدا عشان يحس بالاهتمام كتير من الناس بتحس بالاهتمام ان الاهتمام ده ان انا حس الشريك حياتي ان انا حريص عليه ان انا عايز بقى دايما معاه مش هو ده الاعتمام بالمعنى الصحيح الاعتمام بمعنى الصحيح ان شريك الحياة يحس ان هو نعمة قيمة اضافية في حياتي يعني مش يحس ان هو بيقحم نفسه في حياتي مش يحس ان هو حاجة قلقاني حاجة مسبباني ازمة ولا تعب ولكن حاجة بتاخدني لقدام كل ما ما احس الشريك حياتي بهذا المعنى كل ما احس انا نفسي براحة كل ما حياتي بتتجدد لكن مثلا مثلا من الامثلة اللي بتعوق هذه المعنى مثلا بيخلي الاهتمام بشريك الحياة مش حقيقي يعني ايه مثلا تعالوا نشوف ان الاهتمام التمثيلي اللي هو الاهتمام الفيك الاهتمام اللي مش حقيقي اهتمام بالتفكير يقول له ايه مثلا انا شريك حياتي بيحس ان هو انا مهتم بيه امتا لما اهتم بتفكيره فاهتم بتفكيره ازاي ان انا يبقى بيني وبينه حوار وبيني وبينه مشهورة فييجي مثل كده عندنا من أمثلة الشعبية بتقول إيه من التراث الشعب عندنا اللي هو ليه أثر سلب قوي شوروهم وخلفوهم فالمثل ده يعمل إيه يخلي الواحد يكلم زوجته ولكن هو في الحقيقة تحس إنه ما لهاش لازمة تحس إنه مش مهمة هو سمع الكلام من هنا وطلعه من ناحية تانية هو طلب مشورتها آه بس هو مثل ولذلك الاهتمام لازم يبقى اهتمام حقيقي يكون الاهتمام حقيقي إزاي؟ تعالوا نشوف الاهتمام الحقيقي إزاي؟ لازم الاهتمام الحقيقي له سلوكيات أول سلوك لازم أهتم به هو الاهتمام بالتفكير إن كل واحد يهتم بتفكير التاني يعني إيه يهتم بتفكير التاني؟ يعني كل واحد فينا يأخذ رأيه التاني يعني إيه يأخذ رأيه؟ يأخذ رأيه وعون وسند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي وفي شأن العبادة وفي شأن رعاية المسلمين وهو حضرة النبي الذي يأتيه الوحي من السماء وهو المدعوم بمدد الله سبحانه وتعالى يشاور السيدة مسلمة رضي الله عنه فإن يحصل؟ فيحصل الانفراج للمسلمين حضرة النبي ما كانش بالمناسبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن ينتظر حتى يأتي الوحي من السماء لكن حاضر التنابي كان بيعلمنا احنا يعني ايه زوج يهتم بزوجته يعني ايه يخليها شريكة لي في المشورة فيسمع رأيها ولذلك المسألة واضحة قوي بأول حاجة عندنا التفكير اننا اهتم اننا اظهر ان تفكيره يضيف الي لكن لما بصبق لما واحد يجي يتعامل مع زوجته وعلى ان هي انا عارف انت بتفكري في ايه يعني انت اكيد يعني تفكيرك مش هيبقى مهم ولا هي تقول له انا عارف انت بتفكر في ايه دايما كده بتفكر ان انت انا انسان وحش فكرة ان انت عارف انا بفكر في ايه دي مش الطريقة الصحيحة في التعامل مع شريك الحياة يبقى انا لازم اهتم بتفكيره يعني ايه اهتم بتفكيره طول الوقت انا وبنظر لتفكيره لما يقول فكرة امدحها يبقى متح التفكير أحد أشكال الاهتمام متح التصورات اللي بيقولها عن الحياة وعن العيشة اللي احنا عايشينها شيء مهم جدا 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 يبقى أول حاجة عشان يبني الاهتمام الاهتمام بالتفكير من ذلك مثلا محدش بيقول إن البيت مش مملكة الست وإن هي عرفة إزاي تدير البيت أستاذها هي في إدارة البيت لكن مفيش مانع خالص إن تسمع رأي زوجها وتقدره وتحترمه ليه تسمع رأي زوجها مش هي بتسمع رأي زوجها لإن هي محتاجة إن هو إن هو تبينه اللي هو أعرف بيها بأمور البيت لكن هو محتاج إن هو يحس إن هو معاها وإن هو مهم ليها مش هو يدخل البيت يبص يلاقي البيت كله يتغير وهو ولا هو هنا آه لا أول كده مش هيحس بإن هو ليه أهمية لإن كل حاجة تغيرت ودائما النسمع بقى في جلسات الإرشاد الزوجي عندنا الزوجي يجيو ليه ما عمرت كل حاجة أنا رأيي يهمك في حاجة آه يبقى هي لازم تعمل كده بس ده فن ما ينفعش إن ده يتحول إلى عبء لازم يكون عندي كده مقياس أقس بيه إزاي الحاجة دي ما تتحولش إلى عبء عليه يبقى إيزاً يبقى أول حاجة الاهتمام بالتفكير هو كمان ما فيش مانع إنه يسألها عن قراراته اللي تتعلق بملفات الحياة أو ملفات صداقته أو ملفات عمله بما لا يجعل كذلك ده عبء عليها إن هي تهتم وتشيل الهم لكن هو ياخد رأيها في شيء ويقول لها والله أنت بينتي لي معنى من المعاني المهمة إن أنا إزاي أبقى حريص على علاقات كتير من الزوجات بيغيب عن الأزواج فكرة إنه يكون مهتم بالعلاقة والستات بتبقى شاطرين في ده إذن هذا التبادل بيخليهم ده الحاجة التانية اللي بتبين الاهتمام هو الحوار ومدة الحوار يعني كل ما قدلنا نعيش نتحاور مع بعض المدة شوف حضرت النبي بيين الاهتمام بالسيدة عائشة إزاي سمع منها قصة لـ 11 امرأة وهي بتتكلم عن أنماط الأزواج بتوتر فاسمعها حضرت النبي يسمع كلام السيدة عائشة ويبتحكي وهذا من أطول الأحاديث في سنة رسول الله اللي هو حديث أم مزارة ويبتحكي السيدة عائشة عن هذا وحضرت النبي بيين الله أنه هو مهتم ولزيك لما جيه وصل الكلام على أبي زرع وأم زرع قال لها كنت لكي كأبي زرع اللي أم زرع إلا أنني لا أطلقه يعني أنا مهتم بالكلام اللي أنت بتقوليه يبقى الحوار من الحاجات اللي بتزعج الأزواج والزوجات إنهم يقولوا إحنا ما نقدرش نقعد مع بعض عشر دقائق على بعض نتكلم هم عايزين يقولوا إيه إن إحنا مع بعض مش مهمين لبعض ولزيك بيروح هو مقارن وهي مقارن هو يقعد يتكلم مع أصحابه ويقعد يتكلم مع الناس كلها بالساعات لكن أنا معايا ما يتقش يتكلم لمدة عشر دقائق وكي إنها بتقول أنا مش مهمة بالنسبة له هو يقول إيا بتتكلم مع مامتها ومع أختها بالساعة وأنا لما ديجي تتكلم معايا مش قادرة تقعد بتسمعني لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة يبقى إيه اللي حصل يبقى الحوار ومدته وطريقته بيبين الاهتمام فلذلك لما ييجي حد يتحاور مع زوجته لما ييجي واحدة تتحاور مع زوجها ما ينفعش إن هي بتتحاور معها أنا بعرف إن الستات بتعمل حياة كتيرة لازم نسيب اللي في إدينا ونبص في عينين بعض ونكلم بعض وإحنا طول اللي ما إحنا بنتحاور كل واحد يقول للتاني كلام معناه إن هو مركز في الحوار معاه يبقى لازم الحوار يبقى حوار حقيقي مش حوار تمثيلي طب إيه اللي بيخلينا نعمل حوار تمثيلي إن أنا شايف إن أنا مش مهم لشركة حياتي أو إن هو مش مهم بالنسبة لي لو أنا عايز أحسسه بالأهمية أحسسه بإن الحوار مهم وياريت الحوار يكون كل واحد فينا مستعدله يبقى أول حاجة التفكير الاهتمام بالتفكير تاني حاجة الاهتمام بالحوار تالت حاجة الاهتمام بالقرارات إن إحنا لما ناخد قرار مع بعض ما ينفعش نرميه وننساه لازم نتشارك ونسمع بعض ولما نتفق على قرار نحترمه نحترمه يعني إيه خلاص القرار ده إحنا أخدناه مع بعض آخر حاجة كمان بتبقى واضحة قوي 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 ينفع إن أنا بيين يبقى خلاص أنا أبقى فاكر حتى لو قدى إن أنا أكتب القرار اللي إحنا اتفقنا عليه لأن الست لما تحس إن هم أخدوا قرار مع بعض أخدوا قرار مع بعض إن هم هيغيروا عافش الشقة بعد سنتين فتبص تلاقي قرار اتنسى أول ما تشوف قرار اتنسى تحس إن هي مش مهمة بالنسبة له هو لما يقول لها حاجة إن إحنا في حد جاينا الضيوف وبعدين هي تنسى المسألة دي يحس إن ما فيش إيه إن ما فيش اهتمام به يبقى إيه اللي حاصل أنا قلت إن إحنا مش هنعمل كذا فتعمل كذا تقول له والله أسنان نسيت هو في باله كده يقول أنا واضح إن ما ليش أهمية عندها يبقى إذن المسائل كده لازم نبص فيها خلينا ساحل عليكم الأمر شوية عايزين تبقوا مهتمين بشركاء حياتكم اهتموا بست حاجات اهتموا بشريك حياتك في ذاته يعني لما يعمل حاجة جديدة مختلفة على طول بيين له اللي أنت لحظتها إيه الجمال ده أنت النهاردة فيه حاجة مختلفة نفس الكلام أنت النهاردة يعني بيبقى مؤلم أو أقول لكم حاجات كده خفيفة كده بيبقى مؤلم أو أن الزوج يروح يروح مثلا يحلق وبعدين يروح البيت فزوجته مطلحس ده زي ما هو برضو مؤلم عليها أن هي تعمل حاجة جديدة في شكلها وهو ما يهتمش به بيبقى مؤلم جدا 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 فلازم نهتم به في ذاته أي تغير بيعمله في ذاته بيغير في تعبير بيغير في كلمة بيغير في حاجة نبقى مركزين التركيز ده على فكرة ده بيجدد الحياة مش احنا طول الوقت عايزين نقول نجدد الحياة نجدد الحياة نجدد الحياة فأول ملف هو ملفه في ذاته ملف التاني ملفه في أسرته يعني سواء الأسرة الصغيرة اللي احنا مع بعض أو ملف أهتم كمان هو عمل إيه النهار ضمع الأولاد أو ملف العائلة كمان ثالث حاجة ملف العمل هو عمل إيه سواء هو عمله الخارجي أو هي عملها في البيت هتبقى سعيدة جدا جدا لما بتحكيلي وأنا أهتم بالله بتحكوري عن البيت هو كمان ده نوع من أنواع الاهتمام لما هو يحكيلي عن الشغل ده نوع من أنواع الاهتمام رابع حاجة الاهتمام بالعلاقات هيبقى سعيد جدا 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 لما تسأليه أنت عامل إيه مع فلان عامل إيه مع علان طب أنت كذا 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 طب أنت رحت عزف فلان طب عملتك هيبقى سعيد أقول لها شكرا أن أنت مهتمية بالتفاصيل هو هيكمان هيبقى سعيد أن أنت سألت على ماما عملت كذا هيبقى هتبقى سعيدة كمان أن أنت مهتم بعلاقاتك الحاجة اللي بعد كده اننا تم بساعدته ايه اللي بيساعده حتى لو كان حاجة بسيطة حتى لو كان شوكولاتة حتى لو كان كان ده كله اهتمام بالتفاصيل اللي بتسعد الانسان ده مهم جدا بتفرح اول لما انت وانت وماشي تطفل نور لان النور الوالع وهي موجودة وهي نايمة بتبقى منزعجة جدا جدا تفرح اول هي هو هو كمان بيفرح ان انت تهتمي به ان انت تجيبه له كوباية الشاء كل الحاجات اللي بتسعد ولو بسيطة كده كمان ملف الاخير هو ملف الاهتمام بالمستقبل لما يحد يحس ان هو بواحد مهتم بمستقبله وكمان مهتم بمستقبله للأسرة بيحسه بسعادة بالغة هو في ذاته اسرته وعائلته عمله كمان علاقاته وساعدته ومستقبله كل ده اشكال من اشكال السعادة احنا ممكن نعمل حاجة لطيفة خالص اقول لكم اجراء بسيط اجعل الملفات الستة دول مع ملف احنا عناعمل ايه مع بعض امر مشترك يبقى سبع ملفات اجعل كل يوم في الاسبوع بس عشر داعي او ربع ساعة اتطمن على ملف من الملفات السبعة دول وشارك شريك حياتك في الملفات السبعة دول هتجد ان حياتك بقت افضل بكتير وهيحس كل واحد فينا اني هو قيمة اضافية لشريك حياته يا رب الهمنا التوفيق والسداد وجعلنا على الدوام في خير وفي بركة وفي امان وفي سعادة